موسيقى أصعد الله وقاتكم بكل خير مرتابعين الكرام هذه نشرة السابعة من التناصح ونستهلها ببرزيل عنه ميليشيات الكرام تدعو مقاتل قوة حماية درنا لتسليم أنفسهم تهدد باجتياح حيي وسط البلاد والمغار بدرنا عقب لقاء ترامبو كونتي بواشنطن الخارجية الإيطالية تسعى لعقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا موسيقى موسيقى تقارير صحفية تؤكد نية الفلبين نشر قوات خاصة في ليبيا لانقاذ مواطنيها المختطفين موسيقى إلى التفاصيل السلام عليكم ورحمة الله منحت ميليشيات الكرام مقاتل قوة حماية درنا المتواجدين في حيي المدينة القديمة والمغار مهلة انقضت ظهر الاثنين ذلك لتسليم أنفسهم بإشراف جمعية الهلال الأحمر طلب أحد القياديين بميليشيات الكرامة بحسب فيديو مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعي طلب مقاتل قوة حماية درنا بحي المدينة القديمة بتسليم أنفسهم وفقا لأوامر قايد ميليشيات الكرامة خليفة حفتر هذا وكانت طائرة الكرامة قد شنت إلى حد غارة جوية بقنابل تحمل مواد فسفورية محرمة دوليا على المدينة القديمة وسط درنا ذلك بحسب تسجيلات بث ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي قال مصدر محلي من المدينة أن طائرة الكرامة شنت سبع غارات جوية بالتزامن مع قصف مدفعي استادف حي المدينة القديمة والمغار وسط درنا مشيرا إلى وقوع اضرار كبيرة في البنية التحتية يأتي ذلك في ظل تواصل الاجتباكات العنفة والتجهزات لاقتحام مناطق سيطرة قوة حماية درنا رغم اعلان قيد مليشيات الكرامة السيطرة على كامل المدينة اواخر شهر يونيو الماضي ضرب جديد من ضروب البغي والقبع والترويع تنتهجه مليشيات الكرامة بمدينة درنا في سعي قائدها الحثيث لإسكات أصوات أهلها وتمسم عالم مدينة الصحابة الرافضة لحكم العسكر قصف متواصل على المدينة استخدمت فيه القنابل الفسهورية المحظورة دولية قنابل استخدمتها مليشيات حفتر في مناطق وسط البلاد بدرنا والمعروف أن مثل هذا النوع يستخدم في الحروب بهدف تطهير مواقع العدو وإضاءة ساحة المعركة ليلى وتمييز الأهداف كما تستخدم لإحداث خسائر بشرية واسعة النطاق درنا الزاهرة فبعيد اقتحام مدينة درنا من قبل مليشيات مجرم الحرب حفتر ونزوح أهلها ومن رجع منهم تم اعتقاله حيث أكدت مصادر بالمدينة شن حملات اعتقال واسعة كان آخرها اعتقال مدير مستشفى الوحد الطبي وليد ترابلسي منظمات دولية ومحلية أدانت فيما سبق العمليات التي تنتهجها مليشيات الكرامة في حق المدنيين والمعالم الأثرية سواء ببانغازي ودرنة واستخدام أسلحة محرمة دولية بالاستعانة بالطيران المصري والإماراتي للسيطرة على مدن ليبيا قصف ودمار قتل وتنكيل بهكذا صور أصبح المشهد جليا للعيان مشروع أريد به إخضاع إرادة شعب يأبى إلا أن يكون حرا قالت مصادر دبلوماسية المصرية أن زيارة وزير الخارجية الإيطالي نزوم ميلانيتزيل مصر استدفت بالأساس الترويج للمتمر الذي ستنظمه إيطاليا حشد تهيد دول جوار ليبيا للرؤية الإيطالية التي تتمحور حول ضرورة استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد نقلت المصادر المصرية عن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تفضيله التعاطية مع الطرح الإيطالي لأنه يقتضي بداية تمكين مجرم الحرب حفتر من التحكم في مقالد السلطة التنفيذية لمختلف المناطق الليبية بما فيها الهلال النفطي الذي أصبح تحت سيطرته فعليا أضفت المصادر أن المشكلة تكمن في الخلافات المستمرة بين إيطاليا وحفتر وأخيرها اتهام الأخير لروم بالسعي لإنشاء قاعدة عسكرية في المنطقة الجنوبية يذكر أن لقاءا جمع وزير الخارجية الإيطالي أنزو ميلان نيتزي أمس الأحد بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزير خارجية سامح شكري في ختام أول زيارة يجريها الوزير أو في ختام أول زيارة يجريها الوزير الإيطالي لمصر منذ توليه الحقبة زيارة هي الأولى من نوعها يجريها وزير الداخلية الإيطالي إنزو ميلاننزي إلى القاهرة منذ توليه الحقيبة حيث التقى بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير خارجيته سامح شكري استهدفت الزيارة بحسب تقارير أعلامية نقلت عن مصادر دبلوماسية الترويج للمؤتمر الذي ستنظمه إيطاليا على غرار ملتقى باريس لكسب تأييد دول جوار ليبيا للرؤية الإيطالية التي تتمحور حول ضرورة استقرار الأوضاع السياسية والعسكرية في البلاد وتأتي هذه الخطوة عقب نجاح رئيس الوزراء الإيطالي جوسيب بيكونتي في انتزاع تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتنظيم مؤتمر روما وأكدت المصادر أن السيسي لا ينظر لمؤتمر إيطاليا حول ليبيا كنقطة مفصلية في مسيرة إدارة الصراع لكنه يعتبر دعم ترامب للجهود الإيطالية مؤشرا على احتمال تدخله للانقلاب على نتائج ملتقى باريس من ناحية ومن ناحية أخرى فرصة جيدة لإبراز ما تقوم به مصر من جهود على الصعيد الميداني والسياسي في ليبيا وبحسب المصادر فإن شكري وميلانيزي تباحثا طويلا بشأن التصورات المصرية لمستقبل المشهد السياسي إذ ثوافقت وجهتان نظر على ضرورة دعم الاستقرار الميداني والاقتصادي أولا قبل الانخراط في أي استحقاقات سياسية وشدد شكري على ضرورة استئناف جمع الأسلحة وتوحيد الجيش الليبي اجتماعات متوالية ومتقيات سياسية لا تكاد تحصى بين الأطراف الدولية المنخرطة في الملف الليبي فبعد ملتقى باريس الذي جمع أطراف الأزمة الليبية والذي نص على الإسراع في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري ها هي عشرة الخروج من الأزمة تقف من جديد وتزيد من تفاقم الأوضاع السياسية في البلاد وتقضي بتعطيل انتخابات تنهي عمر فترات الانتقال السياسي في ليبيا بسبب خلاف الأطراف الدولية على مشروع الخروج من الأزمة الراهنة الذي سرعان منعكس سلبا على سيران العملية السياسية في البلاد يصوت مجلس النواب الإيطالية اليوم الاثنين على المرسوم الحكومي الخاص بمنح زوارق دوريات بحرية إلى ليبيا للتحكم في تدفقات المهاجرين ذلك بعد أن حظي على موافقة مجلس الشيوخ في وقت سابق وبأغلبية كبيرة قد بدأ مؤخرا تكتل يسار الوسط المعارض بقيادة الحزب الديمقراطي بحسب وكالة آكل إيطالية تحفظات بشأن المرسوم اشترى طيد خالة عدلات عليه للتصويت لصالحه من بينها تواجد هيئات تابعة للأمم المتحدة على الزوارق الممنوحة لخفر السواحل الليبي وكذلك في مخيمات اللاجئين في ليبيا في ذات الشأن أعلن القيادي في الحزب الديمقراطي الإيطالي المعارض جراتسيانو الداليريو أن مجلس النواب الذي سيصوّط اليوم الاثنين على مرسوم منح زوارق دورية للبحرية الليبية رفض جميع التعديلات المقترحة من حزب والداعية لتعزيز وجود منظمات الأمم المتحدة في مراكز لواء الليبية على سفن إنقاذ المهاجرين كان الحزب الديمقراطي قد اشترطت تصويت نوابه في البرلمان لصالح المرسوم بتنقيحه كي يتضمن التزاما من السلطات الليبية بتواجد موظفي المنظمات الأممية المعنية بقضية الهجرة على متن الزوارق الدورية الممنوحة لخفر السواحل الليبي في معسكرة لواء المهاجرين في ليبيا قالت البحرية الفلبينية الأثنين إنها تنتظر فقط من السلطات العليا يطاء الضوء الأخضر لهم لإرسال قوة خاصة إلى ليبيا إنقاذ ثلاثة فلبينيين تم اختطافهم من قبل جماعة مسلحة مجهولة بمحطة مياه في جنوب شرق البلاد شعر الماضي قال المتحدث باسم البحرية ومدير مكتب الشؤون العامة بالبحرية الفلبينية جوناثن زاتا إنهم يستعدون لنشر قوات خاصة في ليبيا لمساعدة خارجية بلادهم في إنقاذ مختطة فيهم أكد زاتا في تصريح لصحيفة مانيلا بولتانا الفلبينية إنهم يتحققون من الواقع على الأرض وينسقون بشكل متواصل مع القيم بالأعمال في ليبيا حول عملية الإرسال قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن قوات خفر السواحل الليبي انقذت أكثر من 12 ألف مهاجر غير قانوني قرب سواحلها منذ بداية العام الحالي المفوضية في بيان الأثنين بيانت أن خفر السواحل الليبي تشل نحو 100 جثة لمهاجرين غير قانونيين لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الهجرة إلى أوروبا عبر السواحل الليبية منذ مطلع العام الحالي قال منسق في طاقم سفينة الإنقاذ أكواريو صلاحة في تصريح لرويترز أن الطاقم قرر الشروع في عمليات إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط دون انتظار الأوامر من خفر السواحل الإيطالية مضيفا أن السفينة لن تعيد المهاجرين إلى ليبيا كونها مكانا غير آمن لهم قال تمر نيوك المسؤول عن البحث والإنقاذ في أكواريوس أن فريقه سيعمل على إنقاذ المهاجرين إذا كانوا في محنة في عرض البحر حسب ما يقتضي القانون البحري بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية بالحكومة المقترحة محمد الشباني مع جهاز أمن السواحل والحدود ومنذبين عن جمعية الهلال الأحمر الليبي أليات نقل وانتشار ودفن جثة المهاجرين غير الشرعيين بحسب الصفحة الرسمية للوزارة فإن الاجتماع الذي عقد بدوان الوزارة بطلب الأسالة الثنين تمخض عنه إعطاء الأولويات للعمل على هذا الملف في أسرع وقت خلال الأيام القادمة أكدت نايب رئيس بعثة الأمم المتحدة للشؤون السياسية ستيفاني غليامز على التركيز على أهمية الحوار واتفاقية المصالحة المحلية والتمسك الاجتماعي في ليبيا غليامز وخلال كلمتها على هامش افتتاح حملة الصلح خير الأثنين في طرابولس أضافت أن الإعلام يلعب دورا حيويا في الحد من التحريض والانقسام وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الديمقراطية نشر ثقافة المصالحة بين الليبيين تهدف الحملة بحسب القائمين عليها إلى تعزيز الحوار والمصالحة في ليبيا بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المانحين الدوليين هذا وأكد محمد شبار مدير عام الحملة الإعلامية الصلح خير أن هذه الحملة سيكون لا تأثير في نشر ثقافة التصفح والتسامح مؤكدا في تصريح للتناصح أثناء افتاح الحملة الأثنين على أهمية مشروع العدالة الانتقالية بالإضافة لعودة المهجرين بالداخل والخارج هذه الحملة الحملة الإعلامية سيكون لها تأثير كبير جدا في نشر ثقافة التصالح والتسامح ما بين الليبيين إلى طي صفحة الماضي إلى التعريف بأهمية مشروع العدالة الانتقالية إلى أهمية عودة النازحين والمهجرين سواء كانوا في الداخل أو في الخارج يجب الليبيين اليوم أن يفتحوا صفحة جديدة كلها تفاؤل كلها تسامح كلها صفح كلها هذا هو السبيل الأمثل للوصول إلى حالة من الاستقرار للدخول في مرحلة أخرى هي مرحلة التنمية والرخاء والنماء والازدهار بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا فرانك بيكر التطورات في المشهد السياسي في البلاد سبل تذليل العقبات أمام الاستحقاق الانتخابي والاستفتاء على الدستور أكد المشري خلال الإقاء الذي جمع الطرفان بالعاصمة طرابلس أنه يجب التركيز على الجانب الخدمي في هذه المرحلة عدم ربط تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية بالانتخابات والمجرايات السياسية من جهتها شهد السفير البريطاني بدور المجلس الأعلى للدولة في التنسيق مع المصر في المركز والحكومة المقترحة من أجل تنفيذ هذه الحزمة من الإصلاحات الاقتصادية رفع المعاناة عن المواطن الليبي هذه النشرة متواصلة مشاهدين وفيها بعد فصل وزارة التعليم بالحكومة المقترحة تقول إن نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بلغت أكثر من خمسين بالمئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر يهود الخيرين من أبناء الوطن تواصل الليل بالنهار لتعم المصالحة ربوعة فرصة المراجعة لم تنتهي وما يجمعنا أكبر بكثير مما يفرقنا ولنا في التاريخ أجداد إسوى فما جعلنا نتوحد أيام الاستقلال يجعلنا قادمين على توحد اليوم مطلبنا مصالحة حقيقية تلم الشعب ومبادرة تحقق العدل واتفاق ينهي الفتنة صلح يعيد الأمن والسلام فليبيا تستحق البناء وشعبنا يستحق المصالحة أهلا بكم من جديد لاحقت بالحجاج الليبيين من كبار السن تدعيات خطيرة بعد أن اتخذت الهيئة العامة للأوقاف قرارا بعدم السماح بوجود مرافقين بصحبتهم من منطلق وجود الرفقة الآمنة انتقاد واسع شنه مواطنون وجهات إعلامية على الطريقة التي تعاملت بها الهيئة العامة للأوقاف تجاه سفر الحجاج الليبيين من كبار السن دون مرافقين من ذويهم ما أدى إلى سوء الحالة الصحية لكثير منهم في غياب الرعاية الشخصية لهم حيث حمل ذوي الحجاج المسؤولية في المعاناة الحادة التي يعانيها حجاج بيت الله الحرام إلى الهيئة العامة للأوقاف على إثر توارد أنباء عن حالات تعب وإغماء طالت العديد منهم المجلس البلدي صبراتا من جانبه حمل الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية والإدارة المكلفة بالحج المسؤولية عما يحدث من معاناة وضرر للحجاج من جانبها نفت القنصلية الليبية في جدة السبت وفات أي حاج داخل الأراضي المقدسة مشيرة إلى أن جميع أفراد البعثة الليبية بخير ويتموا الاهتمام بهم من قبل القنصلية بدوره أصدر رئيس المجلس الرئاسي المقترح فايز سراج تعليماته إلى السفارة الليبية في المملكة العربية السعودية لتقديم المساعدات العاجلة لكبار السن من الحجاج الليبيين في محاولة متأخرة منه لتدارك الأمر قال مدير الإدارة العامة لجمعية الهلال الأحمر بها الكواش أن مهمة عناصر الهلال المرافقين للحجاج الليبيين تنحصر في تقديم الخدمة داخل المطارات خصوصا كبار السن منهم الكواش في تصريح صحفية لحد وضح أن مهمة الهلال الأحمر إنسانية بحتة لكنها لا تصل إلى حد أن تطلق عليهم صفة مرافق للحجاج اذكروا أن هيئة الأوقاف فتحت باب التسجيل لكبار السن من موالد ما قبل عام 41 مشتريطة عدم اصطحابهم لمرافقين معهم أذو أرجع رئيس الهيئة العامة للأوقاف عباس القاضي سبب إيقافه من قبل جهاز المباحث الجنائية طرابلس لعدم حصوله على إذن من المجلس الرئاسي المقترح للسفر خارج البلاد أضف القاضي في تصريح لأن سفره إلى المملكة السعودية لحل حالة الإشكالات المتعلقة بالحجاج بما شارت مصادر أخرى بأن أسباب الاحتجاز شكاوى تقدم بها أهالي الحجاج على خلفية قرار منع استحاب مرافقين مع كبار السن كان القاضي قد تم توقيفه السببت في مطار ميتيجا من قبل المباحث الجنائية طرابلس بينما كان في طريقه إلى المملكة العربية السعودية أعلنت وزارة التعليم بالحكومة المخترحة أن نسبة النجاح في امتحانات الدور الأول للشهادة الإعدادية بلغت 54.24% وزير التعليم عثمان عبدالجليل في مؤتمر صحفي عقدة الأثنين أوضح أن 49 ألف طالب وطالبة من أصل 90 ألف اجتازوا الدور الأول بنجاح شار عبدالجليل إلى أن موعد امتحانات الدور الثاني سيكون في الـ 26 من أغسط الجاري من جهته أوضح مدير مكتب التواصل والإعلام بالوزارة رمضان الغضوي أنه بإمكان الطالب ادخل رقم الجلوس أو رقم القيد الخاص به للحصول على النتيجة من خلال الرابط الموجود في الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أعلن المكتب الإعلامي ببلدية زليتن عن وصول 260 طن من القمح المورد لمطحن غلال زليتن الأحد وصلت الكمية الموردة عبر الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف المساهمة حيث وكد المكتب الإعلامي أنه سيتم تحويلها إلى مادة الدقيق التي شهدت نقصا في الكميات وارتفاعا في الأسعار بسوق الغذاء المحلي ينتظر أن تدعم الكمية السوق المحلية بالدقيق خلال المدة القادمة لتغطية العجز الحاصل ولو جزئيا أعلنت الشركة العامة لكاربال 2 عن خروج الوحدة الغذية الثانية لمحطة السرير للكشف الروتني لمدة يومين فدى مدير محطة السرير خير الله لحضيري أن الخروج المبرمجة جاء لغرض الكشف الروتني لإجراء عملية الصيانة التي يوصى بها أو يوصي بها المصنع حفاظا على الوحدة واستمرارية كفاءتها أكد لحضيري أن الوحدة من المحتمل دخول على الشبكة العامة الخميس القادم بقدرة انتجية تقدر بحوالي 220 ميجاوات أكدت دائرة الإعلام بالشركة العامة لكاربال حملة إزالة توصيلات الكهرباء غير الشرعية مستمرة لليوم الرابع على التوالي صفحة رسمية للشركة الاثنين شارت إلى أن الحملة استكملت في بلدية عنزارة وستستهدف بعدها بلدية بوسليم وزيلت خلالها أكثر من 400 توصيلة كهرباء غير شرعية وفصلت 350 كاشفا للإضاءة من قبل دائرة خدمات المستالكين بأنزارة منوهة إلى أن الهدف من الحملة ورفع كفاءة الشبكة العامة الكهربائية تقليل من ساعات طرح الأحمال أرجع مدير عام المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تجرى بو بكر شبيلي أسباب عدم تمكن الفريق الطبي الأمريكي من إجراء العمليات الجراحية لأطفال مرضى القلب بلانقطاع الكهرباء المتكرر مشهيرا في مؤتمر صحفي عقد الأحد بمركز القلب بتجرى شرقية طرابلس إلى حدوث أعطال في الأجهزة والمعدات الطبية الخاصة بغرف العمليات نشد شبيلي الشركة العامة لكرباء بإيجاد حلول عجلة لتفادي حدوث كوارث طبية داخل المركز كنيات شحة وعلاج وجراحة مرضى القلب غالية التكلفة لا توجد نزانية تكفي لعلاج وجراحة مرضى القلب أضف إلى ذلك المشكلة التي تجدنا نعاني من عدة حاجات وهو انقطاع الكهرباء المتكرر الذي أدى إلى ضياء وهذه نظر على سعر صرف الدينر اللي بي مقابل العملة الأجنبية في السوق السوداء ترجمة نانسي قنقر وقبل الختام تذكير بأبرز العنوي ميليشيات الكرامة تدعو مقاتل قوة حماية درنا لتسليم أنفسهم تهدد بشجياح حيي وسط البلاد والمغار عقب لقاء ترامبا كونتي بواشنطن الخارجية الإيطالية تسعى لعقد متمر دولي بشان ليبيا تقارير صحفية تؤكد نية الفلبين نشر قوات خاصة في ليبيا لإنقاذ مواطنيها المختطفين وتابعتم أيضا وزارة التعليم بالحكومة المقترحة تقول أن نسبة النجاح في امتحانات الدول الأول الشهادة الاعدادية بلغ أكثر من خمسة شكرا مشاهدين على حسن المتابعة ولأمل اللقاء بكم مرة أخرى أمان لله